والله الحمد لله على كل شيء محمود في الجنة ان شاء الله لكن انا مش هزايد على حد تاني بقوة الشعب المصري كله بيعزف نحوه فانا مش هقول حاجة اكتر من اللي هم قالوا لانه بلهم اخوه لكن هو اللي علمنا حاليا اعطال زملاتهم والناس اللي اكتر بهم ملهمش زمد ومعملوش حاجة واجعوا في قلوبنا ما يصحش ان العدد ده قولوا للتاخد وبقالهم كم يوم دلوقتي نتمنى ان هم يخرجون بناشد مزل التاخلية بناشد اي هد خاطر الناس دي لانه منهزم لانهم هم اللي علمين وقلم دلوقتي في قلوبنا بتمنى من اي حد يقدر يخرج الناس دي في اسرع وقت يخرجهم عشان نحس ان احنا هدينا لان البلد مش نعصى وعندنا فتلة هنا الناس موجوعة واخر ام ماشية دلوقتي وبتبكي لان ابنها مريض قلب واتخد من ايديها فحرام يتقوا الله فينا يسيبونا نعيش في امان وبدل ما نشوف البلد بقت عبارة عن سكن عسكرية كنا نحتاجين بس ولو فرضين امن في المنطقة كان ممكن اللي حصل ده ما يحصلش ومتمناش يحصل تاني واتمنى استشهاد محمود يكون سبب في عادة النظر في ادارة حياتنا ومرة تانية هو طالب ان السايل وزير الداخلية يخرج الناس دي عشان ما يزدش بالاحتقال اشتركوا في القناة